موسيقى مريم هي اللي بتكلمها هي بتقول إنها من الغرداء فهتبدأ توصف لنا مدينة الغرداء عدد سكانها مكانها فين الغرداء مكانها فين في مصر وهنجاوب على بعض الأسئلة الموجودة دي فبتقول هيرجاد ميتاون يعني مدينتي هاي ايام مريم مرحبا انا مريم ايام مريم I live live يعني يسكن او يعيش I live in a city انا عايشة في مدينة called تسمى هيرجادة هيرجادة اللي هي الغرداء It's in the east of Egypt شرق مصر east يعني شرق شرق مصر on the right sea على البحر الأحمر يبقى مدينة الغرداء اهي لو احنا بصنا على الماب دي الخريطة هي دي كايرو اللي هي القاهرة هيرجادة اللي هي الغرداء ده البحر الأحمر اهو red sea وهنا الغرداء بتقع على البحر الأحمر فين بقى مكانة فين in the east of Egypt in the east of Egypt يعني شرق مصر يبقى دي اول حاجة بالنسبة للمكان بتاع الغرداء يبقى لما بيقول لي هنا بيسألني هنا بيقول لي where is it where يعني اين where is it الغرداء دي فين يبقى اوله in the east of Egypt on the red sea and about يعني تقريبا حوالي 190,000 يعني 190,000 people 190,000 واحد live here عدد سكانها كام 190,000 يبقى لما السؤال التاني هنا لما بيقول لي how many how many يعني كام عدد how many people live there كام عدد الأشخاص اللي هناك يبقى شيل كلمة how many واكتب العدد يقول about تقريبا 190,000 people live here in هرجادة في الغرداء there is a beach you got shot beach and there are lots of interesting things to do وفيه اشياء هناك ممتعة ممكن تعمله there is a Sahara Desert اللي هي الصحراء كبرى where lots of tourists السياح go on سفاري روحوا فيها السفاري we نحن we have سحل هشيش برضو موجود عندنا في الغرداء حاجة اسمها سحل هشيش in the south of هرجادة جنوب هرجادة جنوب الغرداء it has some beautiful houses فيها منازل جميلة and interesting bazaars يبقى هنا لما يسألني interesting things in هرجادة هكتب له ايه بقى هكتب هرجادة بيتش الشط بتاع هرجادة سهارة ديزرت او ساحل هشيش read the question read the text again هنقرأ النص تاني and complete the question وهنكمل الاسئلة عندي اسئلة محتاجة WH محتاجة where is in here هرجادة هرجادة قال لي ماريا سؤال number two question number two هنا بيقول لي it's on the red sea it's on the red sea ده على البحر الاحمر يبقى بيسأل على المكان اداة الاستفاام اللي بتسأل على المكان اللي هي where اين where is here جادة الغرداء دي مكانها فين قال لي it's on the red sea ده تقع على البحر الاحمر يبقى كويتشان number two محتاجة where اين number three كويتشان number three ماريا ماريا لايك ليفنج ان هرجادة قال لي yes she does yes she does هنا نهى الاجابة هنا بضز ضز بدام لأيه ضز هنا هسأل بضز لو لقيت دو هسأل بدو يبقى هنا does ماريا like ليفنج ان هرجادة yes she does كويتشان number four what's in سهل حشيش قال لي some beautiful houses يبقى عنده where does what how does ماريا make her tickets interesting check the items she use يعني ايه الحاجات اللي استخدمتها في التيكست في النص بتاع عشان النص دوت يطلع مناسب ويطلع شكله جميل لأي حد يقرأه ويعرف عنه معلومات استخدمت ايه استخدمت a photo of air صورة لها ايوه صح يبقى اعمل تيكي هنا كده a photo of air صورة لها ايوه استخدمت صورة ليه drawings يعني استخدمت رسومات رسمها بقيتها لا يبقى مش اعمل فها حاجة photos استخدمت صور ايوه استخدمت photos صور صور هرجادا beach شط بتاع هرجادا سهلة هشيش سهرة desert هل استخدمت يبقى اعمل عليها صح map هل استخدمت map خريطة map ايوه استخدمت map خريطة هي الخريطة اللي هي مرسومة فاهر جادا طيب استخدمت diagram رسم بياني لا ما استخدمت ش رسم بياني interesting factors interesting factors يعني حقائق معلومات عن المكان اللي هي بتكتب عنه عن المدينة اللي بتكتب عنه ايوه استخدمت بعض المعلومات يبقى ديات صح read and discuss يعني اقرأ وناقش how many paragraphs كم عدد paragraphs does مريم write كم عدد البراجرافات اللي مريم كتبت لو انا بصيت على الكتعة تاني هنلاقهم ايه she writes two paragraphs she writes two paragraphs كتبت عدد اتنين باراجراف كده انا هلاحظ ان في باراجرافين اتنين ادي باراجراف اهو وادي باراجراف هنا باراجراف وادي باراجراف يبقى two باراجراف وعندي برضو كلمات بالبولد بال كتب الغام اكيد زي بيتش ديزرت سهر ديزرت سهل حشيش بازار دي كلمات دي بالبولد كويتش number two why يعني لماذ why does مريم use bold text bold text ليه استخدم بعض الكلمات اللي باللون الغام شوية ليه بقى she uses bold text to highlight interesting places in the area عشان توضح الاماكن الشيقة او الاماكن المسيرة هنا الاماكن المهم do you want to go to هرجادة هل عايز تروح هرجادة الغردقة و why لماذا هنا الیکس بيتكلم على المدينة اللي هو عيش فيها المدينة اسمها برايتن برايتن دي موجودة في انجلند موجودة فين في انجلند انجلترا برايتن ماي تو هاي ايام اليكس مرحبا ايام اليكس انا اليكس اي لف ان اي سيتي انا عيش في مدينة تسمى برايتن it is in the south of england في جنوب england في جنوب انجلترا يبقى مكانها فين اول حاجة لما قال لي where is it اين هي where is it يبقى اول it's in the south of england في جنوب انجلترا it's a small city it's a small city يعني مدينة صغيرة and about وتقريبا او حوالي 200 thousand 200 1000 people live here يعني تقريبا 200 واحد سكنين هنا 200 1000 20000 واحد سكنين هنا in brighton يبقى هنا عدد السكان يبقى لما هنا يسألني how many how many people live there كم عدد السكان يبقى كتب two hundred thousand people there is a beach beach you got shot and there are lots of cool stores يوجد محلات كتير and restaurants ومطاعم كتير lots of tourists كثيرا من السياح tourists يعني السياح come to my town to go to the beach عشان نروح ال beach shot we also have brighton bear يعني فيه برضو زي رصيف كده there are many games and rides for children here we also have a very unusual house يوجد منازل غير عادية غير معتادة unusual house منازل مش موجودة يعني في مدن أي في مدن يعني منازل غريبة unusual house يعني منازل زي دي كده منازل منزل مقلوب منزل ده مقلوب يبقى هنا لما يقول interesting things in brighton الأماكن الشيقة في brighton هنقول برضو هو قال اي بقى there is a bitch you got shot and there are lots of stores and restaurants brighton bear brighton bear upside down you got upside down house upside down house اللي هو المنزل المقلوب think about your village كريتك or city or المدينتك do research and complete the table هنا هكتب كل واحد هكتب عن الكوريا اللي هو ساكن فيها او المدينة اللي ساكن فيها city or village طبعا احنا كتبنا مثلا كل واحد بقى يكتب المدينة اللي عايش فيها او المحافظة اللي عايش فيها انا مثلا هنا كتبت اسوا احنا 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 اسوا where is it هي فين اسوا it's in the south of egypt south of egypt يعني جنوب مصر اسوا اندي فين في جنوب مصر how many people how many كم عدد how many people live there كم عدد السكان اللي عايشين هنا يعني تقريبا تقريبا مليون ونص من الاشخاص مليون ونص interesting things in my city or village ايه الحاجات اللي موجودة في المدينة حاجات المهمة اللي موجودة طبعا الحاجات الموجودة كويسة في اسوان زي high dam high dam الساد العالي ابو سيمبل تيمبل ابو سيمبل تيمبل معبد ابو سيمبل تيمبل اللي هو معبد فيله دي من الحاجات اللي موجودة في اسوان read and complete write about your village or city hi i am هنا اللي كاتب i am هناء او ايام احمد هتكتب الاسم بتاعك وتكتب i live in a city او village called تسمى ايه بقى اسوان هنا على حسب بقى احنا كاتبينه هنا كل واحد هكتب الاسم المدينة اللي هو عايش فيه called اسوان it's in ايجيبت موجودة في مصر اباوت وان مليون فايف هندرد ساوزند بيبو ليف هير يعني مليون ونص من السكان عدد السكان مليون ونص هنا هنستخدم صور للاماكن عشان نقع يعني مثلا صورة لهاي دام للصد العالي صورة مثلا للمعبد اوكي يبقى هنا هنعمل بعض الصور يعني هنا رسمة هنا منزل هوم طيب هنا بقول zero is a school zero هنا بعض الحاجات اللي موجودة في الاماكن ممكن نرسم الصورة دي الصور دي ممكن نرسم مسلا school مدرسة ممكن نرسم محل رستورانت مطعم الحاجات اللي هي بتبقى موجودة يعني طيب هنا بقى ممكن خلاص يبقى كل واحد هيكتب عن المدينة اللي هو عايش فيها او القرية ويقول الحاجات الاماكن اللي هي موجودة في قريته او موجودة في المدينة بتاعته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته